أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مواصلة دولة الإمارات في إعداد أجيال جديدة من قادة الغد كونهم عماد تقدم الدولة والضمانة الأهم لنهضتها وتأكيد جدارتها كنموذج للدولة العصرية القادرة على المنافسة عالميا جاء ذلك خلال حضور سموه إلى جواره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج الدفعتين السابعة والثامنة للعامي 2020-2021 لطلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي وشهد الحفل تخريج 285 خريجا ضمن برامج الماجستير في مختلف تخصصات الإدارة والابتكار والسياسات العامة منهم 86 خريجا من وزارة الداخلية في مجال الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة وشملت الدفع خريجين من مواطني دولة الإمارات وعددا من الجنسيات العربية والأجنبية اشتركوا في القناة